طيب إيه اللي بتتمنيه في 2021؟ أشتغل سينما عشان نفسي أشتغل سينما حقيقي نفسي أشتغل سينما عايزت أوصليل فين؟ إيه اللقب اللي أنت عايزة؟ مش عايزة ألقاب صدقيني أنا كده أنا مش بابا بجريش هورا الألقاب أصلا أقولك الحاجة ده سهلة يعني سهلة بس أنا عايزة الناس لما تقول اسمي تقول ممثلة شطرة ممثلة تقيلة ممثلة عرفة تقدم إيه ممثلة ما رمتش نفسها في أي حاجة وخلاص إليها هدف وعملت حاجة كويسة ومقدرة نفسها وبتقدر الجمهور والحياة العاطفية سوريا ما فيش حال من النهاردة لسه كنت بضحك مع صديق لي بقوله كل الوسط الفني تجوز إلا أنا عارف على مسرسل إلا أنا كل حضرتك تجوز إلا أنا لا ما فيش طيب جائزتين تميز هندي واحدة منهم لأفضل فنان مصري والتانية لأفضل فنان مصري أنت اللي هتبدي الجوائز ديهم لمين أوه ياه ده سؤال صعب جدا إيه ده اللي يجي على بالك قولي ما هو أصل من الجيل الأبينة الجيل الحالي الجيل الحالي الراجل الراجل لا أستنى استنى 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 ما تضغطيش علي عشان أنا لما حدي بسأل الأسئلة دي بهنج وبعد كده بازعل بقول أنت ليه ما قلتش الإسم الصح لا 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 قوليه من الجيل اللي موجود دلوقتي دي الإيادة نصار إيادة نصار وست سيدة ليه سيدة لسيدة من الشابان الشابات اللي يود دلوقتي لا قديني ثانية ما تضغطيش علي عشان أنا بزعل بقولك لو نسيت قلت اسم مش اللي أنا عايزة أقوله يا له البنات في كتير شطار لا إزايا دي أنا كده هنجتي ستنى أتفرج من نجوم حقول بقى مش من النجوم احنا نتكلم عن نجوم أقول من شلبي بلا منازع تعرف أنك هتقولي كده من شلبي بلا منازع أنا مش بحبها بعشقها ولو حقول أنه أنا ليا آيدل من فنانات جيلنا هي دفنت لي منها منها شلبي طيب بما أنك بقى في برنامج زاليدي قولي بقى بجي نصيحة كده لسيدات مصر العظيمات طب في إيه مثلا في حاجة معينة بجيه لهم نصيحة كده إزاي يعيشوا مرتاحين إزاي كنت في الإنترو بتكلم عن الخلافات والمشاكل لا أقول للسيدات أنه أحبي نفسك لأن حبك لنفسك ده بيغير حاجات كتير قوي أنا شخصيا كده أنا وبجد أنا بقولها حقيقي أنا كنت دايما بفكر بالغير قبل ما فكر في نفسي وده مش غلط لأنك أنت طبيعية تحبي اللي حواليكي لأنه محبتهم برضو بتملى جواكي حاجة بس ده لا يمنع أنك تحبي نفسك برضو لأنك لما أنت بتبقي مرتاحة بتقدري تريحي اللي حواليكي بتقدري تدي خلي عندك ثقة في نفسك ما بحبش أبدا السيدة اللي بتبقى بسهولة بتسمع للغير من غير ما ودنية آه يعني ادرسي الحاجة واستشيري لحواليكي وقيمي الأمور بالشكل المناسب ليكي مش للغير مش للغير لأنه الغير أصلاً أنت الغير وعمرك محتردية صعب استحالة يعني مهما حاولتي صعب لكن أنت قيمي الصح ما هي كل مرحلة في حياتك ليها صح معين يعني وأنت 20 ليكي أصحح معينة ولما تعرف 30 وال40 كل مرحلة ليها الصح بتاعها فشوفي أنت إيه الصح في المرحلة اللي أنت فيها وعمليه نجاحي في شغلك لأن نجاحي الشغل حلو شغل طبع فيديو ساكواتي رأسي عظيم يعني أنا دايما برضو بقول ده مش أساسي بس مهم أنه الست تبقى قادرة أن هي مادية تبقى متمكنة لأنه ده برضو بيساعدها لو لا سمح الله لو لا سمح الله الظروف فرضت عليها أنها تتحطف موقف دايما علمي نفسك التعليم مهم مش بالضرورة أنا بكلم تعليم كشهادة لا يعني دايما دوري على الحاجة ثقافات متدوعة في مجالات كتير ثقافي نفسك في الحاجة اللي أنت بتحبيها اللي أنت بتحبيها يعني أنا كممثلة الناس بقولوا لي ده أنا أنت مدبنة أفلام بس أنا ما بتفرجش على الأفلام كتير قوي عشان أنا عايزة يعني أهري عيوني بتفرج عشان بذاكر برضو بذاكر بستمتع وبذاكر فدايما طوري من نفسك دايما حاولي أنك تقديم الأحسن دايما نخلي حواليك يفخورين أنك أنت بتعملي حاجة حلوة أنت روحك جميلة وأمر ولطيفة ومن الشخصيات السهلة ولينة وأصلي في ناس ممكن تتعاملي معها تحسي مثلا بعقدة بكبرياء بحاجات معاين لا 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 أنت لطيفة جدا 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 بتمنى لك مزيد من التنفيق والنجاح وتحقق كل اللي أنت عايزاه وتبقي نجمة كوكب الأرض يا رب عشان قلتيني وبحبش الألقاب يا رب أنا أتمنى أشوفك فوق الدنيا يا رب أنا اسلام منك يا رب نورتيني ومشتيني أنت جتي نهارا مرسي يليك يا أستاذ المشاهدين أسم كاملة معاكم فقرات دا ليدي انتظرو